اشتركوا في القناة الجديدة بعد توقف 17 سنة وكان فيه سبب وراها رح نتكلم عنها اليوم ان شاء الله ورح نتعرف على التغييرات اللي اشتغلت عليها تويوتا واللي تعبت عليها وخلاها تفكر انها تطلع سيارة كان في الاساس وفي خطتهم الاساسية انها تكون غير تماتيك فقط ولكن في الاخير غيروا رايهم وطلعوا منها سيارة غير عادي فسيارتنا اليوم اللي رح نتعرف عليها التويوتا الجي ار السوبرا الجديدة الجير العادي لو بنرجع الماضي التويوتا السوبرا كان بادي من السبعينات مع التويوتا السليكا وبعدها التويوتا السوبرا ولكن هم كلهم تقريبا نفس السيارة اللي هي محرك امامي ويكون طولي مع دفع خلفي وكانت ذيك الايام غير عادي كانت سيارة ولا اروع ولكن في التسعينات وبالتحديد في الجيل الرابع اشتغلت التويوتا بشكل غير طبيعي في السيارة هذه لدرجة انها كانت تعتبر في بعض البلدان تعتبر سوبر كار ولكن فشل وانهيار المبيعات خلت تويوتا توقف نهائيا بالتفكير انها تطلع سيارة رياضية ولكن خلال الاعوام الماضية التويوتا كان في عليها ضغط كبير انها تطلع سيارات رياضية طبعا من عشاق التويوتا فاضطرت انها تسمع الملاك التويوتا وش اللي تحتاجونه وتعاونت اخيرا مع بي ام دابليو واطلقت التويوتا السوبرا الجديدة ولكن موضوعنا اليوم مو عن السوبرا بشكل عام حنا اليوم نبي نتكلم عن التويوتا السوبرا القير العادي وليش سمتها؟ اي ام تي او انتليجنت مانول ترانزميشن او القير العادي الذكي تخيل ان عشاق التويوتا سووا هاشتاك سيف ذا مانول او حافظوا او احفظونا او رجعونا القير العادي تويوتا استمعت للجمهور واتوقع دخل في الموضوع ان في منافس شرس موجود في السوق من زمان وراح يطلع سيارتها الجديدة بالجير التماتيك والجير العادي في نفس الوقت قالت تويوتا احنا لازم ان نعيد تفكيرنا ونراجع انفسنا ونحاول ان نطلع سيارة سوبرا بجير عادي طبعا الشغل ما كان بالسهولة اللي الكل يتوقعها انه شيل جير وركب جير اشتغلوا على السيارة بشكل كبير راح تكلم عنها اليوم علشان يطلعون لك سيارة صح وليس سيارة معدل احنا الآن في الجيل الخامس من التويوتا السوبرا اللي هو الـ A90 او الـ A91 مثل ما تحب تسميه التويوتا او الـ J29 السيارة هذي مبنية على شاصيه والتكنولوجيا الـ BMW Z4 الجديدة اللي اطلقت في الـ 2019 واطلقوا انه الآن الجير العادي في الـ 2022 وتوه واصلة السعودية في الـ 2023 ولله الحمد وموجودة في الكويت وكان لي شرف اني اجرب التويوتا السوبرا في الكويت سيارة اللي اقدر اقوله انك راح تنزل منها وتروح لمبيعات وتشتري السيارة هذة السيارة بمأنها تويوتا وسيارة يابانية ولكن مثل ما قلت قبل شوي دامنها مصنعة مع شركة BMW ومع سيارة الزد بالتحديد فالزد والسوبرا من تويوتا كلها الثنتين تصنع في نفس المصنع في النمسا ومثل ما عشاق تويوتا عارفين ان المسميات اهتمت فيها تويوتا في الفترة الاخيرة فصاروا يطلقون على السيارات او الفئات الرياضية الجي ار نسبة الى فريق الغازو ريسنج او فريق الرياضي اللي هو غازو فصاروا يطلقون الجي ار على مسميات سياراتهم الجديدة مثل ما نشوف اليارس الجي ار الكورولا الجي ار وعندنا الجي تي اي تي سيكس الجي ار وعندنا الان السوبرا الجي ار مسميات ربما سمعنا قبل في السيارات الاوروبية بعض المسميات اللي كانت مخصصة الفئات الرياضية ولكن ساروا يطلقون بعض الكتس او التغيير في التصميم الخارجي يعطيك جزء او ايحاء ان السيارة هذه رياضية طبعا هو تصميم وفي بعض الفئات يعتبر تصميم واداء تغيير بعض البرمجة في السيارة بعض انظمة التعليق الفرامل تكون رياضية الى حد ما اكثر من السيارات العادية تيوتا تحاول انها تاخذ نفس المجال بحكم انها تقول انا اكبر واقوى شركة على مستوى العالم فليش ما اسوي نفس اللي الباقين يسويونه المحرك مثل ما تتوقع رح يكون محرك البي ام ورح يكون الى الان اللي رح يركب على السوبرا الجيل العادي اللي هو الستة سيلندر 3.0 تيربو طبعا ان لاين ست سيلندرات وراء بعض كان يعطي 340 حصان خلوه مع الجيل الجديد او التغيير الجديد يعطيك 380 حصان و 500 نيوتن متر العزم ومن تجربتي للسيارة الفعلية الاداء اللي حسيته في السيارة فوق ال 400 حصان ربما الارقام هذه تكون التيوتا متحفظة عليها نفس الشي البي ام نلقى ان السيارات هذه تعطي اداء اعلى من ال 400 حصان كاحساس وحتى في الداينو في بعض الدول جربوها وطلعت فعلا ارقام اكبر من الارقام الرسمية هذه على الويل يعني معناه ان المحرك يطلع تقريبا اكثر من ال 400 وربما يمكن اكثر من 450 حصان ولكن المحرك هذا محرك جبار محرك قوي خلى التيوتا تفكر فعليا لما انطلع القير العادي بتكون قيادته بتكون شوي صعبة بحكم انها قير عادي وبيكون الكنترول اكثر عند السواق وبما انهم ما يبقون يدخلون السوق الاوربي فغالبا فيه ثلوج ولما يكون عندك مكينة قوية وقير عادي فبيكون التحرك بالسيارة بيكون شوي صعب لذلك خلونا ناخذ التغييرات اللي حاولت تيوتا انها تشتغل عليها علشان تطلع لك سيارة سوبرا قير عادي مرتب اول شي اخذوا قير بي ام دابليو وغيروا الكلتش وركبوا الكلتش اكبر واعادوا بعض المواد اللي فيه خلوها تكون مواد اقوى علشان يتحمل والاكثر من 500 نيوتم متر العزم علشان يتحمل الضغط ويتحمل الحرارة ويتحمل نفس الشي الاداء الرياضي خصوصا اغلب اللي رح ياخذون القير العادي اكيد ان رح يروحون فيها حلبات اضافت اليه الانتليجنت اللي هو نظام كمبيوتر يساعدك في القيادة لما تكون في حلبة السباق اذا كنت تسوي أو بمعنى اخر لما تعشق السيارة من القير الثالث الى الرابع مثلا او من الثالث الى الثاني السيارة تشوف سرعة المحرك وسرعة السيارة وتحاول تعطيك الريف ماتش بحيث انك ما تفقد السيطرة على السيارة او انها تحافظ السيارة على الباور اللي موجود فيها بتستمتع في قيادة في الحلبة ولكن عندك الخيار انك تطفي الشغلة هذه وتستمتع بقيادة القير العادي على هوا دخلوا على نظام البريك ونظام السسبنشن غيروه وعدلوه بحكم ان وزن السيارة صار اخف تقريبا باربعين كيلو ومداخلاتك انت كقائد للمركبة قير عادي بتكون اعنف الى حد ما من القير التماتيك اللي بيكون فيه الكمبيوتر هو اللي يشتغل في البرمجة وفي الداون شفتنج والأب شفتنج فبعم انك انت اللي راح تتحكم في السيارة اعادوا برمجة البريكات واعادوا برمجة النظام التعليق في السيارة بحيث انه يكون يتحمل اي مداخلة من الساق تكون عنيفة ويحاول انه يمنع انحراه في السيارة لا سمح الله غيروا الربلات او الربر اللي موجود في الانتي رول بارز او اللي تمنع انقلاب السيارة اللي موجودة في الامام والخلف خلوها الربلات اقوى واقسى وتتحمل قيادة اعنا ومثل ما اغلبكم او عشاق التيوتا السوبرا يعرفون ان الدركسون اللي في السيارة او السكان هو ومع ذلك اعادوا برمجة الدركسون او السكان بحكم ان السيارة مثل ما قلت قبل شيء صارت اخف وصار عندك القيل العادي فانت كقادل المركبة هذي رح تحاول انك تسيطر على القوة والباور اللي موجود في السيارة هذي وتستمتع اكثر وبنفس الوقت انك ما تفقد السيطرة وتحاول تعطيك احساس الرياضي الممتع اللي انت فعلا تحتاجه من سيارة تكون محرك امامي ست سلندرات ورا بعض ودفع خلفي وقير عادي فتستمتع اكثر انك تحس بالدركسون او السكان في الحلبات لو تروح الان وتشوف القير التماتيك اللي هو ثمان سرعات من شركة زد اف رح تشوف الكنسول اللي في الوسط فيه شوية زحمة فيه التحكم الايدرايف فيه عندك المكيف يكون موجود قدامك بيكون عندك التكاية اللي في الوسط لما جت التيوتا بتحط القير العادي لقوا ان يدك رح تقرب او رح تلامس المكيف او الكنترول حق التكييف او الازاليل حق المكيف اضطروا ان يرجعونها تقريبا اربعة سنتي وشي ولقوا انك لما تبدأ تحرك يمين ويسار رح يكون صعب انك تتحكم في الايدرايف او الازاليل اللي تتحكم في الشاشة اضطروا ان يوخرونها يمين شوي وعندك القير لما ترجع في الريوس او الريفيرس او ترجع قيري فهي رح يكون عندك مساحة ترجع فيها اضطروا ان يخلون الشيفتينج يكون اكثر بحيث انك انت لما تركب السيارة هذي تقول فعلا القير هذا مخصص للسيارة هذي وفعلا السيارة مصممة بالكامل انها تكون قير عادي وليس انه فك القير التماتيك وركب قير عادي التراكشن بيكون صعب انك تتحكم فيه لما يكون عندك باور عالي ووزن خفيف وقير عادي ودفع خلفي لذلك اشتغلوا على التراكشن كنترول في السيارة هذي بحيث انه يحاول انه يقرأ اذا صار فيه احد الكفرات او احد التواير يبدأ يلف والتير الثاني يكون ثابت مثلا تكون السيارة مثلا واقفة على ثلج جزء منها على الثلج والجزء الثاني على الطريق التراكشن كنترول مع القير العادي رح يتعامل مختلف عن القير التماتيك رح يحاول انه يخفف الباور ويخلي الباور يكون او القوة تروح للكفر او التير اللي على الطريق بحيث انه يطلع لك السيارة بدون اي دراما واللي عشاق القيادة في الجبال واللي يبغي يروح الطايف او يبغي يروح ابها او حتى لو انك بتكون في اوروبا وتاخذ القير العادي اضافت التيوتا مع السوبرا الجديدة شغلة جديدة يسمونها الهير بلس هذا عبارة عن سيستم يشوف السيارة اذا كانت في مرتفع وعارف انها في مراتق جبلية ولما تبدأ دوس البنزين وترف السكان السيارة رح تعطيك سلايد او دريفت يكون ممتع بس مو بالدريفت اللي يخليك انك يطيح من الجبل فهذه فانكشن او شغلة جديدة حاولت التيوتا بذكاء انها تضيفها السيارتها هذه وتقول تقدر انك تطلع فيها الجبال ولا مانع انك تستمتع فيها ولكن في ظل القيادة الامنة حتى نظام القيادة اللي تختاره في واحد منهم اللي هو تراك عدلت عليه التيوتا في السوبرا الجاير العادي الجديدة بحيث انك لما تحطها على تراك وتستمتع في التراك ومع الوزن الخفيف ومع كل التغييرات اللي تكلمت عنها قبل شيء في نظام التعليق في نظام التراكشن كنترول في نظام الاستابلتي في عادة برمجة الدراكشن والسكان مع الجاير الجديد كل التغييرات هذه رح تأثر في قيادة السيارة في الحلبة اعادوا برمجة التراك كنترول او التراك مود في السيارة بحيث انه يعطيك دريفت ممتع ولا اروع ولكن لما تحس السيارة انه ممكن انك تفقد السيطرة او انه في مداخلة عنيفة منك انت كقائد للمركبة رح يتدخل ويحاول ان يرجع السيارة بطريقة خلنا نقول ذربة شوي ما يخرب عليك التراك داي او يومك في الحلبة ويرجعك ويخليك تستمتع بيوم ممتع في حلبات السباق الجميل ان التيوتا تجيب لك التيوتا سوبرا الجديدة مع كفرات او توائر رياضية اللي هي السوبرا سبورت من شركة ميشلن اللي تعتبر افضل صانع للكفرات والتوائر والاطارات على مستوى العالم السيارة هذه انا شفتها في الكامتي في حلبة الكويت وشفتها في حلبة البحرين وشفتها في حلبات كثير سيارة يمكن تشوفها ناعمة ولينة وجميلة وتقول عليها محرك البي ففتي ايت من بي ام دابليو اللي ماهو الام باور اللي متعودين انها يبدأ بحرف الاس ولكن لما تشوف السيارة هذه في الحلبة وتسوقها او انك تسوق السيارة هذه في الطرق العامة وتشوف القوة والباور اللي تجيك من السيارة هذه انا متأكد مية في المية انك راح تنصدم من اداء السيارة هذه ورح تفكر اكثر من مرة هل اروح ادور السيارة رياضية المانية او حتى اوروبية او امريكية وادفع عليها مبالغ كبيرة ولا اني اعيد النظر وافكر في التيوتا حتى لو كلنا قلنا انها هي مجرد سيارة بي ام اللهم انها مغطاه ببادي التيوتا انا شخصيا كنت من الاشخاص اللي كنت متذمر اول ما طلعت في 2019 انها عبارة عن سيارة بي ام لا اكثر ولا اقل ولكن بعد ما شفت اهتمام التيوتا وطلعوا لك جير عادي وسيارة فيها باور وكنترول ولا اروع انا اعتقد انه سعر جدا معقول يعني لو تفكر انك تروح السيارة اوروبية منافسة لها او بنفس الاداء من بي ام دابليو احتمال انك تزود اكثر من نص سعرها علشان تدخل على سيارة تعطيك نفس الاداء انا ارى ان التيوتا بدت تتجه في الاتجاه الصحيح وصارت تعطينا سيارات رياضية وممتعة واداء ممتع وهل في احلى من انك تاخذ سيارة رياضية حتى لو كانت اوروبية ولكنها تحت علامة تيوتا فتاخذ خدمة ما بعد المبيعات من تيوتا وانا اعتقد ان في بعض الوكلاء على مستوى العالم لما تاخذ منهم التيوتا سوبرا رح تسوي صيانتها في مراكز ليكسس فهل في احلى من الخدمة هذه اتمنى انكم استمتعتوا معاي اليوم في حلقتنا المميزة عن التيوتا سوبرا القير العادي الجديدة اللي انا فعلا استمتعت اني اتكلم عنها واستمتعت اني اشوفها واني اسوقها ونشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة مع سيارة جديدة غدا وفمان الله